يعتبر خطاب الخسارة تقليداً سياسياً يقوم به المرشح الخاسر بعد إعلان النتائج الهدف من هذا الخطاب هو الاعتراف بالهزيمة رغم أن أي مرشح لا يرغب في إلقائها ومع ذلك تكمن أهميتها في ضمان انتقال السلطة بسلاسة بروتوكول خطاب الخسارة يتبع الخطوات الآتية عادة للتأكيد على احترام النتائج يبدأ المرشح الخاسر بتأكيد احترامه للنتائج وتقبله إرادة الشعب حتى لو كانت النتائج غير مواتية تهنئة الفائز يهنئ المرشح الخاسر المرشح الفائز علناً ويقدر الجهود التي بذلها شكر المؤيدين والمتطوعين حيث يتوجه بالشكر إلى حملته الانتخابية وإلى المتطوعين والناخبين الذين دعموا مسيرته ويثمنوا جهودهم في الحملة دعوة للوحدة الوطنية يؤكد المرشح على أهمية الوحدة الوطنية ونبذي الانقسامات السياسية داعياً الجميع للعمل مع الرئيس الجديد لتحقيق مصلحة البلاد وأحياناً يتحدث المرشح الخاسر عن خططه المستقبلية سواء أكانت في السياسة أم في الحياة العامة كرسالة أمل لمؤيده هذا الخطاب يعتبر جزءاً من تقاليد الديمقراطية الأمريكية ويهدف إلى تخفيف حدة الانقسام الانتخابي حين خسر دونالد ترامب الانتخابات أمام جو بايدن رافض الاعتراف بخسارته وادعى حدوث تزوير من دون أن يلقي خطاب اعتراف رسمي قلة من الرؤساء الأمريكيين لم يلقوا خطاب الخسارة بسبب المنافسة الشديدة أو شكوك في نزاهة الانتخابات لكن معظمهم رغم خيبة الأمل يختارون إلقاء الخطاب احتراماً للديمقراطية ودعوة للوحدة الوطنية